محكمة القرن في الأردن، المتهمان فيها الشريف حسن بن زيد والثاني الرئيس السابق للدوان الملكي باسم عوض الله حيث يواجهان اتهامات بالتآمر بالفتنة والتحريض لإثارة الاضطرابات ضد الملك في القضية التي اصطلح عليها بقضية الفتنة ورغم أن قضية الأمير حمزة حلت ضمن إطار الأسرة الهاشمية فإن المتهمين الآخرين بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقالهما متلا أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية في جلسة مغلقة حيث ظهر باسم عوض الله بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين لحظة دخوله الجلسة فيما ثلت المحكمة لائحة الاتهامات الصادرة عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وتضمنت التحريض على مناهضة الحكم والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بينما يواجه الشريف حسن أيضا جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة المحكمة استمعت إلى شهود النيابة العامة قبل أن تنهي جلستها بنفي الدفاع للتهم المواجهة إلى المتهمين وفيما ترجح مصادر قضائية أن تستغرق المحاكمة أشهرا قبل النطق بالحكم تتواصل التحقيقات في القضية رغم الإفراج عن 16 موقوفا العاهل الأردني دعا المسؤولين إلى تطبيق العدالة وفق القوانين المناسبة وبعث بالتزامن رسائل تطمين إلى شعبه مشددا على استقرار البلاد ترجمة نانسي قنقر